اشتركوا في القناة كما كلف بضرورة الانتهاء من اعمال الصيانة التي تقوم بها المدريات والادارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الانشطة جاء ذلك خلال ترقص اليوم اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير التنمية المحلية اللواء هشام امنة وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة وفي سياق اخر اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء مضيفا ان هناك تنصيق مع مجلس النواب في هذا الشأن حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة اصداره حتى يستفيد منه المواطنون وفي الوقت نفسه نضع خطا فاصلا لهذه المخالفات ونعمل على عدم تكرارها مرة اخرى تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصرة للاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وذكر تلهيئة الوطنية للانتخابات في بيان اصدرته اليوم انه من المقرر ان ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين اعضاء مجلس ادارة الهيئة الوطنية الانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة حيث يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس ادارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني للاجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة وموعيدها اوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اهمية الجهود المشترقة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من اجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاصة مؤكدة ان القدرة على الصمود اصبح مفهوما هما يجب ان تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه جاء ذلك خلال ترقصها الاجتماع الاول للجنة العليا لمبادر التقييم ائتمان المرونة والذي نظمته وزارة التعاون الدولية بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وزلق ضمن فعليات الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مع نظيره الفرنسي الدكتور أورلين روسو زيادة سبل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين حيث تم الاتفاق على تدريب الكوادر الطبية في مجال زراعة الاعضاء وخاصة الرئة والقلب كونهما من الجراحات الأكثر دقة ومهرة وذلك على هامش انعقاد الدورة الثامنية والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتضمن اللقاء ببحث إجراءات افتتاح أول فرع لمعهد جوستاف روسيا خارج فرنسا وذلك بمستشفى هرمل لتقديم خدمات علاج مرضى الأورام على أعلى مستوى للمريد المصرية وفتح أفاق أكثر اتساعا للسياحة الصحية في مصر كما توافق الوزيران على ضرورة تحديث مذكرات التفاهم الموقع بين البلدين في المجالات الصحية إضافة إلى الاتفاق على التعاون في تطوير مناهج معاهد التمريد والمعاهد الفنية الصحية بما يساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات الخرجين أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملة أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي نعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول ليرافقه محافظ القاهرة خالد عبد العال وسفيرة الإمارات بالقاهرة السفيرة مريم الكعبي اليوم أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة إدناق الإماراتية في مصر وأوضح وزير البترول أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية مهمة مثل شركة إدناق للإستثمار في السوق المصرية معاربا عن ترحيبه بالشركة الإماراتية وحرصها على التواجد والإستثمار في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة